نروح بقى الموضوع التحكيم ناس كتير عملت الكلمة مبارح الفار أنقذ المباراة الفار تدخل بشكل متميز جدا احنا تكلمنا على التحكيم في الفترة الأخيرة وكل لأنه حصل الحمد لله بالملي الحكام اللي أداره زهاب وإياب سيمي فاينال كانت حكام مشهودة لها بالأمانة والنزاهة في المباراتين تحديدا أمام مازينبي هذا الفريد تحديدا انت محتاج حكم عنده أمانة ونزاهة أكتر من الفنيات لأنه كاكده عندك نقنيت فار هتدخل في التوقيت المناسب وأكبر دليل انت مبارح حتى لو كنت متعادل الرجل إدى 12 دقيقة وتضايع كان فيه وتضايع كتير الرجل إدى 12 دقيقة ما عندهش مشكلة الشوت الأول إدى 7 دقيقة الإنزارات ما كانتش كتير بيتر كاماكو برضو راجع من إصابة فالحالة الفنية عنده مش بنفس القدرات اللي كان موجود فيها السنة اللي فاتت خدوا بالكو بيتر كاماكو الكيني هو لأدار السمي فاينال الأهل والترجي في تونس هو لأدار السمي فاينال الأهل والترجي يعني حكم عنده قدرات كبيرة ولكن مبارح ما كانش موفق في بعض الحالات لعبة الفار مبارح ناس كتير عملها تشكر في ماريا ريفت لأنها لها صوابق قبل جدا سلبية جدا مع النادي الأهلي وتدخلات فنية كانت خطأة في الفترات السابقة لا وأنا قلت لحضراتكم هي المرأة الحديدية الكل بيديها مطشاط مهمة في الفترة الحالية بس ليه الأداء يتغير عما سبق؟ الفكرة والناس لازم تاخد بالها من الكلام اللي هقوله ده الضغط الإعلامي على الأخطاء التحكمية اللي موجودها في المبارحة الإفريقية بتجيب نتيجة وبتوصل وبتسمع والناس بتتابع ليه؟ ماريا ريفت لما كانت موجودة في السوبر ليج مبارحة الآله وساندونز في بيريتوريا كان معاه على الفار المغربي عادل زوراك وفي مبارحة الآله والتحاد العاصمة السوبر الإفريقي اللي تلعب في السعودية كان معاه على الفار عادل زوراك وهي كانت بداية شغلها على تقنية الفيديو هي فار والمغرب عادل زوراك إيه فار وكانت متواجدة في المبارحة الدول مع النادي الأهلي تحديدا حصلت أخطاء عديدة من المبارحة اللي قدرتها في لقاءات الأهلي تحديدا بس الخطة تغيرت والخريطة تغيرت ليه؟ لما تبص على تعينات حكام فار تحديدا مع ماريا ريفيد هتلاقي إن الكاف ابتدى يتدرق الأمر هي خبراتها قليلا عادل زوراك خلاص على وشك الاعتزال فما كانتش وغدة الكفاءة الجيدة في التقنية بحس إنها تتعلم لأن طبعا موريشيوس ما بتطبعش تقنية الفيديو فهي اللي عملته لجنة حكام الكاف مع ماريا ريفيد في الفترة الأخيرة في كاس الأوم الإفريقية تواجد معاها محمود عشور في كم مباراة خمس مباريات عشان يبقى مساعد لها تتعلم من إمكانيات وخبرات محمود عشور في تقنية الفيديو خمس مباريات اللعبة دي مبارح الناس بتقول ماريا ريفيد والأداء بتعمل ماريا ريفيد لأ هي أكيد اتعلمت بس كان معاها حكم إيفاري مبارح موجودة عشان الحاجات اللي زي دي الجزائر يرحلوا بالبراهب لازم نودي كل واحد حقه ماريا ريفيد قبل كده لما كانت معا محمود عشور ادوها ايه؟ الرأس الأخضر وموريتانيا أنجولا ونبيبيا المغرب وتنزانيا السرغال والكاميرون الفاينال نيجيريا وكودفوار ست مباريات في كاس الأمم اشتغلت مع محمود عشور طيب لحلو بن براهم برضو كان تواجد مع ماريا ريفيد في مباريات وكان حطوه قبل كده مع سيدات أو حكمات في الفار عشان يستفيدوا بخبرات لحلو زي محمود عشور شفنا مثلا سليمة شفنا مكاليمة شفنا كذا حكمة موجودة مع لحلو في مباراة نبيبيا ومالي تونس ومالي وزنبيك وغانا مالي وكودفوار المغرب والكنغو تطلع من كاس الأمم تلاقي ماريا ريفيد مع محمد عادل في دور الأبطال ومع لحلو بن ابراهيم في مباراة الأهل ومزنبي عشان كده تلاقي أداءها في الفترة الأخيرة اختلف عما سبق ابتدى الكاف يغير سياسته ويحط معه حكام خبرة عشان تتعلم منهم فلعطة مبارح دي كانت لازم تتشاف بالشكل ده ناس مستغربة لا لأن الفار مبارح لحلو بن ابراهيم ده 11 مباراة فار في كاس الأمم زي محمود عشور 11 مباراة فار في كاس الأمم فالتحكيم في أفريقيا من كتر الضغط والكلام عليه ناتجة الأخطاء الكتير الناس بتحاول تراجع شغلها والضغط الإيجابي في مسألة الأخطاء التحكمية بيسمع بشكل كويس وده دور الإعلام إن يوجه المسؤول لو عنده خطأ يتدارك هذا الخطأ ماريا في بداية تحكمها فار السنة دي في المسلم الأفريقي عملت أخطاء كارسية فابتدى يتداركوا الأمر ويحطوا معه حكام خبرة سواء لحلو أو حتى محمود عشور حاجة الغذية